تنفست لبيريا السعداء مع إعلانها خالية من فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوماً دون أن تظهر حالة إصابة جديدة بالمرض يأتي هذا وفقاً لما حددته منظمة الصحة العالمية للإعلان عن انتهاء تفشي الوباء دون ظهور أي حالة جديدة وعرفاناً بالجهود المبدولة من طرف الأطقم الطبية زارت رئيسة لبيريا إيلين جونسون مركزاً للعلاج في العاصمة منروفيا للقاء عدد من العاملين في مجال الصحة الذين ساهموا في مكافحة المرض والتغلب عليه أشكر جميع الليبيريين على جهودهم حين أعلن الوباء إيبولا كنا مرتبكين استدعينا المحترفين من بيننا فبذلوا ما في وسعهم في عملية المكافحة أشهدت الرئيسة إيلين جونسون بعمل كل من شارك في محاربة المرض وتفانهم في الوقت ذاته حذرت منظمة أطباء بلا حدود من التهون في مكافحة الفيروس لأن استكمال لبيريا لهذا المعيار يجب أن لا يؤدي إلى التراخي كما دعم مسؤولون إلى تصعيد عمليات المراقبة عبر الحدود لمنع عودة الإيبولا إلى البلاد الأمر جدير بالاحتفال ولكن يجب أن نحذر من أن جيراننا لا زالوا يعلنون ظهور حالات مؤكدة لذا ينبغي أن نكون حذرين على جانبنا من الحدود وذكرت المنظمة أن المرض حصد أكثر من 11 ألف شخص في غرب إفريقيا منذ تفشيه في ديسمبر عام 2013 من بينهم أكثر من 4700 شخص في ليفيريا